بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أهلا بكم أعزائي الطلاب في مقرر الإحصاء التطبيقي سنتناول اليوم الوحدة الأخيرة والتحدث عن الإحصاء اللامعلمي أو الاختبارات اللامعلمية الفرق بين الإحصاء المعلمي والإحصاء المامعلمي يتعلق بنوع البيانات المراد تحليلها ومستوى قياس هذه البيانات فاستخدام الإسلوب الإحصاء المناسب يعتمد على طبيعة البيانات من حيث هل يترى هي وصفية تصف أشياء أو كمية بتقييس هذه الأعداد أو الكميات ومستوى قياس المتغير موضع البحث هل يترى هو كمي فتري أو نسبي أم أنه وصفي اسمي أو رتبي أو بنطلق عليه أحيانا ترتيبي الإحصاء المعلمي بتستخدم الأساليب الإحصائية في التحقق من صحة الفروض المتعلقة بمجتمعات قيم معلمتها محددة إذن الميزة في الإحصاء المعلمي أو الparametric statistic أن تكون المعلمات محددة أي يعتمد على معالم المجتمع وتعتمد الطرق المعلمية على عدد من الفروض فيشترط فيها تبعية المجتمع للتوزيع الطبيعي أو أن يكون حجم العين كبيرا ويتم اختياره بصورة عشوائية كما يستخدم الإحصاء المعلمي في حالة القياس الفطري أو النسبي أي أن المتغيرات ستكون كمية من أمثلاته اختبارات الفروض السابقة التي تناولنا فيها حول اختبارات الفروض حول المتوسط والنسبة والفرق بينهما تحليل التباين وتحليل الانحضار مناسب له أني أستخدم الإحصاء المعلمي في الإحصاء اللامعلمي أو non-parametric statistic يقصد به الأساليب الإحصائية التي تستخدم في التحقق من صحة الفروض المتعلقة بمجتمعات تكون قيم معلمات هذه المجتمعات غير محددة غير معلومة ويسمى بإحصاء التوزيعات الحرة لماذا توزيعات حرة؟ لأننا لا نشترط تبعية المجتمع لتوزيع معين ولذا فأن الطرق اللامعلمية تتميز بالآتي لا يشترط تبعية المجتمع للتوزيع الطبيعي تعتمد على أقل قدر من الفروض بتستخدم في حالة القياس الوصفي سواء كان هذا القياس اسمي أو ترتيبي تستخدم في حالة عدم توفر آلات حسبة لأنها لا تحتاج إلى حسابات كثيرة بتلائم الباحثين في مجال علم النفس والاجتماع بتلائم ما لديه خلفية رياضية أو إحصائية منخفضة أو قليلة عيوب الإحصاء اللامعلمية أو الأساليب اللامعلمية إن هي بتفقد جزء من المعلومات عند تحويل البيانات إلى رتب أو إلى ترتيب وبالتالي فقد جزء من الدقة بعض الطرق اللامعلمية ما بتكونش بسيطة بل بتكون معقدة قليلة اختبار مربعكاي بيستخدم هذا الاختبار أو الكاي سكوير جودنس أوفت تست بيستخدم هذا الاختبار في الحالات التالية جودة التوفيق لاستقلال التجانس حنتناول في موضوعنا في هذا المنهج اختبار مربعكاي لجودة التوفيق لمعرفة إذا كانت العينة تم اختيارها من مجتمع يتبع توزيع معين أي أن كان نوع هذا التوزيع الطبيعي منتظم زي الحدين أي أن كان ملاحظة يكون مقياس البيانات هنا وصفي سواء كان اسمي أو ترتيبي خطوات إجراء اختبار مربعكاي لجودة التوفيق سياغة الفروض الإحصائية فرد العدم أو H0 العينة تم اختيارها من مجتمع يتبع توزيع معين حنختبر إذا كانت العينة تم اختيارها مثلا من مجتمع يتبع التوزيع المنتظم في مقابل الفرد البديل H1 العينة تم اختيارها من مجتمع لا يتبع هذا التوزيع في المثال المنتظم تكوين جدول في الخطوة الثانية نكون جدول يسمى جدول التوافق ونحدد التكرارات المشاهدة أو بنسميها الأبزيرفيد فاليوز وهو يحتوي على التكرارات المشاهدة بناخد أول حرفة أو أول لتر من أبزيرفيد وبنقول عليه OIG بتقع في الصفة I وفي العمود J لكل خلية حيث تمثل YG القيمة المشاهدة للخلية التي تقع في الصفة I والعمود J وإيجاد التكرار المتوقع أو الـ expected frequency أو الـ expected value القيمة المتوقعة أمام التكرار المشاهدة ثلاثة حساب إحصاء الاختبار اللي بنرمز له بالرمز كاي تربيع المحسوبة أو الفعلية من العلاقة التالية مجموعة وبنجد أن المجموعة خارج الكسر يعني بنوجد الكسر أولا البسط على المقام ثم في النهاية نأخذ المجموعة المجموعة عبارة عن مجموعة مربعات الفرق بين الأبزيرفيد والـ expected بين القيمة المشاهدة والقيمة المتوقعة ثم نأخذ التربيع مقسوما على الـ expected أو القيمة المتوقعة ثم في النهاية القرار وقاعدة الرفض بنوجد كاي سكوير الجدولية بدرجات حرية K-1 حيث K في هذه المرة تعبر عن عدد الفئات التي تم تقسيم العينة إليها قلنا إنه حيكون عندي متغير وصفي سواء كان اسمي أو ترتيبي هذه الفئات التي تم تقسيم المتغير إليها نعبر عنها بالرمز K وألفا مستوى معنوية وقلنا قبل كده إنه مستوى المعنوية لن يتم تقسيمه لأنه كاي سكوير ليست متماثلة حول الصف إنما تقع في الجزء الموجب فقط إذن نبحث عن القيمة الجدولية كاي سكوير بك نائس واحد وألفا فإذا كانت كاي سكوير أو كاي تربيع المحسوبة أقل من أي تقع في منطقة القبول إذن نقبل فرض العدم H0 بينما إذا كانت قيمة كاي تربيع المحسوبة أكبر من قيمة كاي تربيع الجدولية نرفض H0 ونقبل الفرض البديل إذن القاعدة إذا كانت كاي تربيع محسوبة أكبر من الجدولية إذن تقع في منطقة الرفض نرفض H0 ونقبل H1 أما إذا كانت كاي تربيع المحسوبة أقل إذن نقبل فرض العدم H0 ونرفض الفرض البديل H1 ونستطيع رسم سريع للقاعدة هنا منطقة الرفض تحدد على أساس كاي تربيع الجدولية وهنا منطقة القبول وكلنا نعلم أنها تبدأ من الصفر فإذا وقعت كاي تربيع المحسوبة في منطقة الرفض نرفض H0 وبالتالي نقبل H1 ترجمة نانسي قنقر